أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن فخره واعتزازه بما تحققه رياضة الفروسية من إنجازات مشرفة في مختلف البطولات نعم حيث تترجم هذه الإنجازات الرعاية والدعم الكبيرين الذين تحظى بهم هذه الرياضة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مثمنا سموه اهتمام ورعاية رئيس سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دعم رياضة الفروسية وتهيئة المناخ المثالي لجميع متسبيها بهدف النهوض بمستوياتها ودفعها لإحراز المزيد من النجاحات التي تعزز المكانة المرموقة لمملكة البحرين على خارطة هذه الرياضة قريا ودوليا وعبر سموه عن سعادته بالفوز الذي حققه الفرس شهامة بشعار فريق KHK رايسينج وإشرف المضمر فوز ناس وقيادة الفرس ديادري الهولندي في حصوله على المركز الأول لمسافة 1500 متر بمنافسات سباق الألف جينيس الإماراتي الذي احتضنته إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث شهد مشاركة واسعة من قبل الملاك والفرق من مختلف دول العالم مؤكدا سموه أن هذا الانتصار يعزز ما تمتلكه البحرين من إمكانيات عالية في هذه الرياضة العريقة ومشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها المضمر فوز ناس في تحقيق هذا الفوز المستحق متمنيا لرياضة الفروسية البحرينية التفوق والمزيد من النجاح في المشاركات المقبلة ترجمة نانسي قنقر